أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن تصريحات نتانياهو تفتقد إلى الواقعية ويسعى من خلاله لتحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه بقطاع غزة والذي يشهد إبادة جمعية وأكد المصدر أن الأشهر الماضية أثبتت أن نتانياهو لا يهمه عودة المهتجزين الإسرائيليين أحياء مادام ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية بمنتهى الحسم والوضوح تتعامل مصر مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وقف العدوان، التهدئة والتوصل لاتفاق، التمهيد لإطلاق مصار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية خطوط عريضة تنطلق من خلالها الدبلوماسية المصرية أمس واليوم وغدا أما عن الخطوط الحمراء التي حددتها القاهرة فيأتي على رأسها الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية وأمام المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة التوصل لاتفاق تهدئة وإلقاء الاتهامات بلا دليل أو قرينة كانت القاهرة شديدة الوضوح وهي ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتانياهو بشأن محور فلدلفيا تصريحات اعتبرها مصدر مصري رفيع المستوى أكاذيب للتغطية على فشل نيتانياهو في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطع غزة ولفت المصدر أيضاً إلى أن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من معبر كرم أبو سالم إلى القطع وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخلياً وخارجياً وأن ما يفعله نيتانياهو ليس إلا تمهيداً لإعلان فشله في تحقيق ما وعد به في غزة من القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين أما على صعيد جهود الوساطة فيمثل نيتانياهو عقبة أمام إعلان التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار وبحسب صحيفة الواشنط بوست نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين فإن رسائل نيتانياهو المتضاربة سببت ارتباكاً في جولات المحادسات المختلفة سواء في القاهرة أو في الدوحة وحالت دون إنجاز أي اتفاق التضارب في المواقف الإسرائيلية تمثل في تأكيد نيتانياهو أن إسرائيل لن تنسحب من محور فلادلفيا ثم تأكيد رئيس الموساد للوسطاء أن الجيش سينسحب من المحور في النهاية موقف نيتانياهو من المفاوضات قبل أيضاً بانتقاد علني ونادر من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن نيتانياهو لا يبزل الجهد الكافي من أجل إنجاز صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار هي إذن سياسة إسرائيلية ملتوية فكلما فشل نيتانياهو في تنفيذ نواياه أطلق الاتهامات وساق المبررات في تهديد خطير يجر المنطقة إلى حرب إقليمية وهو ما تتعامل معه مصر بحنكة وانتباه وحزم رافضة الزج باسمها ومتمسكة بسوابت دورها تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها صاحبة الدور التاريخي في قيادة عملية السلام بالمنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق الاستقرار لجميع شعوب المنطقة